في السيشن ده هنشوف مع بعض ازاي نعمل رون لكونتينر من الامج اللي عملنا لها بيلد من خلال الجوب اللي اسمها ديمو 1 تمام؟ والسيشن ده طبعا تكملة للسيشن اللي قبله فلو ما شفتش السيشن اللي قبله لازم ترجع تشوف السيشن اللي قبل ده هوا عشان تقدر تكمل معانا في السيشن ده طيب هنعمل ايه؟ هندخل على الجوب بتاعتنا تمام؟ هدخل كده هوا على الكونفيجر تاني نفتكر مع بعض الجوب ده بتعمل ايه؟ بتروح تسحب او تعمل كلون للكود بتاعي من الربوزوتري يوريل موجود على الجيت هوب ببليك ربوزوتري اللي اسمه ديمو 1 تمام؟ موجود على الماستر برانش بعد كده بيروح المافن بلاجين يعمل كلين وإنستول بعد كده عندي شيل سكريبت بيروح يكلين ويعمل دليت للأولد إمجز اللي كانت كرييتد قبل كده من البريفيس بيلد بتاعتي بعد كده بنبدأ ان احنا نعمل بيلد وي بابلش لإمجز بتاعتنا على الدكر هب فاللحاء هنعمل ايه؟ الاول كده قبل ما اول حاجة هعملها هروح كده هوا هعمل هضيف هضيف اد بوست بيلد هضيف شيل سكريبت جديد عشان يعمل رون لدكر إمجز اللي هيحصل لها بيلد زي ما تعودنا هنروح على الانستركشنز بابلش بتاعنا هنلاقي الفايل اسمه دكر بيلد رون داش كماندز دوت تاكست لما اعمل كليك عليه كده هوا هلاقي السكريبت هنا نمبر بي ده سكريبت تورن كونتينر هاخد الاسكريبت ده هوا هد كده كابي وابده روح اعمله بيست هنا في الشيل سكريبت بتاعي الاسكريبت هنا بيقول ايه بيقول دوكر رون يعني رون كونتينر جديد مينس دي في الدياتاتشد مود علشان لما البيلد ده اولا يخلص يفضل الروننج بتاعنا الجار فايل شغال في الباكجراوند او التومكات سيرفر بتاعنا اللي بيقوم يفضل شغال في الباكجراوند هيكسبوز التومكات بورت تسعين تسعين لتسعين تسعين برضو على الماكينة ده هيت عشان اي حد يقدر يوصل للتومكات اللي شغال من خلال اي بي بتاع الماكينة على البورت ده هيحصل ايه مابنج او روتنج على طول لتسعين تسعين ده هوت بعد كده ده اسم الكنتينر اللي هيقوم هلاقي اسم الكنتينر كونكات نيتد عليه البيلد نمبر عشان كل مرة اتأكد ان الكنتينر بتاعي بيقوم بالشكل الصحيح بيقوم كونتينر هيكون هو نفس اسم التاج نيم بالمناسبة يعني تمام وادي اسم الامج بتاعتي اللي هنقوم منها كونتينر الامج بتاعتي هي طبعا هنا ريبوزوتر ينام اهو كولون التاج نيم بتاعنا اللي احنا عملينه بلد ديناميك طيب كده لما اجي اعمل سيف واجي ارن الجوب ده هيات الجوب دي هتعمل ايه هتكليير الالد اميجز وبعد كده تروح تبيلد اميج جديدة بالتاج نيم الجديد وتعمل لها بابلش على الدوكر هاب وكمان تروح ترن كونتينر بس الحقيقة يعني ده كده مش كافي ليه بقى؟ لانه كل مرة هنعمل كده لما نيجي الرن الكنتينر اول مرة هيشتغل معنا بشكل كويس لسه ما فيش اي كونتينر من الامج دي شغال على المكنة لما نيجي الرن تاني تمام؟ هنلاقي ان البورت بتاعنا ده انيوز البورت ده اريدي انيوز هنعمل ايه هندنا script تاني كمان هنحتاج نضيفه اللي هو بيعمل clean للold containers الكونتينرز اللي كانت شغالة على المكنة دي بالاسم اللي هو بيبدأ ب dem one اي حاجه dem one يعني اي container شغال من اي build قديم يعمل له cuestión تمام كده ب الظبط زي ما عملنا مع creatures变 ag wood images هعمل الكلام ده ازاي هروح تاني اضيف shell script جديد ذه بعد هنلاقي موجود عندنا هنا اللي هو script to clean all the containers هاخد ال script ده هوت كده copy وعمل له paste هنا هوت تمام وخلينا ناخد ال script ده هوت يكون sequence بتاعه في التنفيذ اهو الحقيقة هنحطه كمان قبل cleaning the docker images هنحطه فوق خالص هنحط اول حاجة يبقى sequence بتاعنا هيبقى كلقاتي ال script الاولاني بclean all the containers ال script التاني بclean all the docker images بعد كده هنbuild new docker image بتاع جديد هيكون concatenated عليه build number وهنعمله publish على docker hub وهبدأ run container من اخر image عملنا لها build هنrun منها container ونقوم ال container ده هو ونبدأ نتفرج على ال updates بتاعتنا شغالة ازاي تمام كده تمام طيب تعالوا بقى ايه نبص برضو على السكريبت اللي احنا كنا عملناه يclean all the container وستعال نشرحه برضو مع بعض زي تمام زي ما عملنا في السيشن اللي فات السكريبت بتاع clear old images الكلام ده هيعمل ايه اول حاجة هيروح يعمل docker ps-a ده بيجيب كل الكنتينرز اللي شغالة عندي هجرب عليها واجيب demo كل الكنتينرز اللي الاسم بتاعهم بيبدأ ب demo one demo one star يعني اي كنتينر الاسم بتاعه بيبدأ ب demo one هيرجعهولي هنا كده بعد كده هعمل awk هعمل substring من الاوتوت اللي هيرجعلي من السكريبت دوت هعمل substring الاول حاجة اللي هو دايما بيكون الكنتينر اي دي وهاخد الكنتينر اي دي ده هو انسواء كنتينر اي دي واحد او لستة من الكنتينر اي دي ويعمل لها passing xorgs هعمل لها passing لدكر rm-f عشان الدكر rm ده بيعمل remove لدكر كنتينر minus f عشان كمان ينفورس دكر كنتينر ده هو ان لو هو شغال طبعا لو دكر كنتينر شغال وعملت دكر rm بس وحطيت الكنتينر اي دي وقلت كده دكر rm-container اي دي والكنتينر ده كان شغال هيفيل هيقول لازم تعمل stop الاول بعد كده تقدر تعمل دكر remove بس الحقيقة انا هعمل ايه انا هقوله minus f عشان ينفورس حتى لو الدكر ده كان شغال ينفورس ان الدكر ده يعمل له stop ويعمل له كمان rm يعمل له remove من المكنة بتاعتنا تمام كده؟ تمام طيب كده الخطوات بتاعتي جاهزة والسكريبت بتاعي جاهز السكريبت بتاعي بعظيم جدا وكبير جدا هعمل apply وعمل save تعالوا نعمل build ونشوف ايه اللي هيحصل معنا اعمل نكليك على build now هنبدأ نتفرج في الconsole output نشوف ايه اللي هيحصل الجينكنز هيعمل ايه؟ طبعا هنا كالعادة الget plugin عمل clone للsource code بتاعنا المaven plugin بدأ ينفذ الخطوات بتاعته الcompile والtest تمام؟ بعد التست هعمل packaging وبعد كده install على local repository بتاعنا بعد كده هيبدأ يقول start cleaning old containers لها عندي فيه containers كانت موجودة قديمة هعمل لها untagging و deleting تمام؟ اللي هيحوة clean clearing old images هيبدأ بقى كمان هو يكلير old images تمام؟ عمل clean لل old images اهو ودي كانت clean لل old containers تمام؟ كده مظبوط جدا بعد كده هيعمل build ليه image جديدة التاج بتاعها هيكون اللي هو 9 تمام؟ بعد ما عمل build للimage هيبدأ يعمل لها push على docker.io او docker hub بتاعي الimage رقم 9 بعد ما يخلص هي push latest وهيبدأ كمان ان هو start هيرن container من اخر image بتاعتنا اللي هي رقم 9 عظيم جدا يبدو كده ان الاسكريبت بتاعنا الحمد لله اشتغل بشكل صحيح تعالوا بقى invalidate ونشوف فعلا كل الكلام ده تم ولا لا اول حاجة هروح على docker hub واعمل refresh واشوف فعلا هل اخر build عندي التاج بتاعه رقم 9 ولا لا هروح كده على docker hub بتاعي تمام؟ هكليك على see all عشان اجيب كل docker build اللي حصل عندي وفعلا انا عندي latest اهو رقم 9 تمام؟ ده اخر حاجة فعلا ده اللي قبل latest اهو اخر حاجة يعني نقدر نقول كده ده minute ago لسه يدوب لسه عامل upload وده شيء ممتاز جدا كده معناه ان فعلا docker hub عليه latest build بالتاج بتاعنا تعالوا بقى نروح على السيرفر بتاعنا ونشوف ايه اخبار docker images docker images تمام؟ اه فعلا مظبوط عندي اخر build اهوت تمام؟ بالتاج نيم رقم 9 كل ال old child كده السكريبت ده تنفذ بشكل صحيح تعالوا نشوف بقى docker containers بتاعاتنا docker ps-a ونشوف ايه اللي موجود يا سلام فعلا موجود اهوت في عندي docker container شغال up and running طيب لو عملنا docker ps بس مفروض كده يجيب لي الحاجات اللي شغالة بس وده الفرق ما بين docker ps و docker ps-a docker ps-a docker ps-a بيجيب لي كل الكنتينر regardless يعني هي up ولا كانت existed يعني up ولا مش up ولا مش شغالة docker ps جاب لي هنا الكنتينر الوحيد فعلا شغال والنين بتاعته ايه بقى الكنتينر ده هو اهو زي ما احنا سميناه بالظبط تمام زي ما احنا سميناه لو رحنا هنا على الجوب بتاعتنا في الconfiguration اللي عملناها قلنا تحت خالص كده وهو بيرن الكنتينر انين بتاعته هيكون بالاسم دوت تمام هيكون الكلمة دي concatenated عليها الرقم اخر build وفعلا مظبوط ادي الكلمة دي الحادث نابشوت وconcatenated عليها الرقم تسعة والكنتينر ده هو created من الامج بتاعتنا فعلا اللي التاج بتاعها رقم تسعة والستيتس بتاعته up and running والcommand اللي نفزه entry point java minus jar ونفز الjar فايل بتاعتنا مظبوط وعمل كمان expose ليه الport 9090 اخر خطوة بقى واخر حاجة عشان نتأكد من كل حاجة مظبوطة وتمام هروح اشوف بقى فعلا هو الكنتينر بتاعته هو up and running على المكنة بتاعتي عايز اشوف الweb service بتاعتي اخبارها ايه هل هي شغالة ولا لا طبعا احنا مقومينه على الport 9090 لما عمل كده هو تأنتر قال لي آه تمام كده التومكات سيرفر شغال طبعا عايز اشوف الweb services بتاعتي لو تفتكروا persons slash all دي الAPI اللي بترجع لي كل الpersons الموجودين وفعلا شغالة بشكل صحيح ورجع لي هنا لستة عندي five persons موجودين هما تعندي ودول احنا كنا انشأناهم في السيشنز اللي فاتت وبالادق في الجزء الخاص بالجينكنز والجيت والمافن تمام كده كل حاجة مصبوطة وكل حاجة شغالة طيب دلوقتي بقى الجزء مهم جدا صراحة وده بقى يعني ايه الاطوميشن اللي هنستمتع به مع الديف اوبس اللي هو ايه لو انا عملت دلوقتي update في السورس كود لو تفتكروا معايا الربزوتري ده هو احنا روحنا على الستنج بتاعته تمام قبل كده وعملنا الويب هوكس في الجزء بتاع الويب هوك حطينا الويب هوك على الجينكنز سيرفر بتاعنا تمام تمام عايزين بقى الويب هوك ده هوك لو اعملت باستخدام الويب هوك لو اعملت update على السورس كود بتاعي هنا ديمو وان اي update يحصل اوتوماتيك لي كده الجوب دي ترن والبيلد يحصل ويطلع لي نسخة جديدة من الكود عايزين نعرف بقى الكلام ده هيتم ازاي والحياة دي البيوتي بتاعت الديف اوبس ده انا هعمل اوتوميشن تخيل معايا كده تمام انا هروح بس على الجوب بتاعت اللي هي ديمو وان وهروح زي ما تعلمنا قبل كده في السيشنز بتاعت الجيت والمافن هروح كده هوت انابل الاوتوماتيك تريجر ان هو يحصل من خلال الجيت هاب ويب هوك تمام اعمل apply اعمل save تمام كده تمام كده خلاص الجينكنز بقى عارف ان الجوب دي هتران اوتوماتيكلي بناء على ويب هوكس هتجيله طيب هروح على الريبوزوتر بتاع اللي هو ديمو وان وابدأ ان انا اعدل في السورس كود ودي بقى الحاجة الجميلة الحقيقة المفروض ان التولبرز بتوعي لما هيعملوا كوميت او بوش لسورس كود بتاعهم ويلمس الترانك يعني يدوب بس اللي ايه البوش يحصل هنا يوصل للديمو وان بوبليك ريبوزوتري اول ما الجيت هاب ياخد الابديت ده هوا اوتوماتيكلي هيبعت ويب هوك هروح للجينكن الجينكن هيبدأ يبلد الجوب ده هيا ويطلع لي يسحب ابديت من الكود وكمان يبدأ يعمل بيلد للكود بتاعي ويعمل له install على المافي اللوكال ريبوزوتري بتاعه وبعد كده يكلين الاولد اميج والاولد كونتينر اللي كانت شغالة من الكود ويبدأ يبلد اميج جديدة ويبدأ يرفع لي الابديت من الاميج ده هيت على دوكر هاب ويبدأ يرن كونتينر جديد واتفرج هنا واشوف الابديت تعالوا نشوف مع بعض الكلام ده هيحصل ازاي تمام؟ تعالوا نروح نفتح مثلا نعمل update في source code بتاعنا تعالوا نروح على service class كويس عشان نتأكد فعلا الابديت بتاعتنا طلقت بالشكل الصحيح وهعمل edit كده هوت هاجي تحت كده وهضيف person جديد عشان انا هتست كمان ال API بتاعت واتاكد ان كل حاجة مزبوطة ال person الجديد ال id بتاعه رقم 6 ال age بتاعه يا cd 45 ال first name هنقول docker ال last name هنقول test ومجرد ان انا اعمل save المفروض كده ال github هيبعت notification webhawk وفعلا بعت automatically ال build هوا هبدأ ال build يرن وهقعد كده اتفرج على ال output اللي هيحصل تمام انا هعتبر نفسي انا دلوقتي developer عملت commit للكود بتاعي وانا الراجب تاع ال devops قاعد اتفرج اشوف ايه اللي بيحصل هلاقي كده ال build بتاعي شغال ال automatically ال jenkins راح جابلي clone من السورس كود باستخدام ال get وراح المفن اشتغل عمل compile test لو جيت هنا تمام هو شوف هنا الفايل اللي كان updated اللي هو person service.java قال لي ده اللي كان ال updated ده هو تمام وبدأ المفن بتاعي يشتغل وكمان راح ينفس بقى ال bash scripts او shell scripts بتاعتي بدأ يريموف ال old container وقع ال old container بدأ بعد كده يكلين ال old docker images بتاعتي اللي هي كانت رقم 9 بدأ يبلد image جديدة التاج name بتاعها اخر عشرة زي ما احنا شايفين تمام بدأ هو تcreate ال image بتاعتي خلاص خلص ال image بتاعتي مظبوط جدا بعد كده هيبدأ يبوش على ال docker.io او docker hub التاج الجديد بتاعي هوت تمام بعد ما خلص ال push ممتاز جدا بدأ يطلع لي ال container الجديد طبعا مش هروح ا verify ان كل ده طلع انا هعمل حاجة واحدة بس هروح اتفرج فعلا هل ال get all يعني هروح كده ال api بتاعتي هل فعلا الكود وال update اللي حصل ده طلع عندي live ولا لا 9090 واروح على persons all وهسكرول down yes عندي هنا ال get all api اذا هي بدأت ترجع لي الجزء الجديد اللي انا اضافته في source code والحقيقة هو ده ال beauty بتاع بتاعنا بتده يشتغل او ال jenkins بتاعنا بتده يشتغل ويسحب update من الكود ونفذ ال commands اللي احنا قلنا عليها طبعا بعد كده في session القادمة كمان هنتعرف ازاي ان احنا ن enable التاستنج تمام ودي هتكون section تاني منفاصل خالص هنم الفئة enable لموضوع التاستنج بس احنا هنا تفرجنا مع بعض وشوفنا ال automation وشوفنا الكود بتاع updated وكل حاجة مظبوطة وتمام وشكرا لكم